حديث حسن وفريق من أهل العلم أن النبي قال أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح العمل وإن فسدت فسد العمل فالنبي قال عن الصلاة قال النبي تحريمها التكبير وتحليلها السلام فكل شيء قبل التكبير من أذان ومن إقامة هي السنة إذا ما أتيت بها في الصلاة صحيح قولا واحدا فأنت لما أول ما تقول الله أكبر فبإمكانك أن تقول دعاء الاستفتاح اللهم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض مسلمان حنيفة وما نمنا مشهي كما ورد في صحيح مسلم أو سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعد بيني وبين خطاييك ما بعدت بين المشرق والمغرب أيضا هذا حديث ورد في الصحيح يعني بأي لفظ حكيت كله جائز وبعد تقرأ الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالفاتحة هي ركن الأساسي في الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فبعد ما تقرأ الفاتحة تقرأ آيات قصيرة وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وصلاة العصر في صلاة الظهر كان يقرأ بنحو من ثلاثين آية في الركعتين الأوليتين في الركعتين الآخريتين كان يقرأ بنحو من النصف من ذلك وفي صلاة العصر كان يقرأ بنحو من خمسة عشر آية في الركعتين الآخريتين كان يقرأ بالنصف من ذلك فإذا أنت قرأت بعد الفاتحة آيات قصيرة الصلاة صحية إذا ما قرأت بس بالفاتحة فالجمهور المذاهب الأربعة بس إذا قرأت الفاتحة الصلاة صحيحة عند الجمهور والله أعلم لأن النبي قال لا صلاة لمن لم يقر بفاتحة الكتاب أما بالنسبة للركوع قال النبي فأما الركوع فعظموا فيه الرب قولت سبحان ربي العظيم إذا حبيت تزود كما ورد في صحيح مسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح بعد ما تقول سمع الله لمن حمده قول ربنا لك الحمد في رواية زيدة في صحيح مسلم وربنا ولك الحمد إذا حبيت تزيد ملأ السماوات والأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا منع لما أعطيت ولا معطي لما مناعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأثناء تكبيرة الانتقال الله أكبر عند الجمهور السنة فمن العلماء من أوجبها كالحنابلة لكن هي السنة فعندما تقول الله أكبر بالسجود قال النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فادعوا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فادعوا فقمينون أن يستجاب لكم فأثناء السجود قل سبحان ربي الأعلى إذا حبيت تزيد كما ورد في صحيح مسلم النبي كان يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح كل الأمرين يجاد إذا قلت فقط اكتفيت بسبحان ربي الأعلى أيضا يجوز الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين تقول ربي اغفر لي عند الحنابلة يقولون أنها واجب لما أتى بهذا الدعاء يسجد سجدتين للسهو لكن الجمهور لا عند الأحناف وغيرهم أنه الدعاء الذي يكون بين السجدتين هي سنة على الاستحباب إذا أتيت بها لك الأجر إذا ما أتيت لا شيء عليك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي لكن من العلماء من نظر إلى هذه قال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي هي أدنى شيء أم بإمكانك تزيد فكل الأمرين جائز هي من باب السنة إذا أتيت بها لك الأجر إذا ما أتيت لك لا شيء عليك أما بالنسبة إلى رفع اليدين في الصلاة رفع اليدين في يكون في ثلاثة مواضع في الرابعة فيها خلاف بين أهل العلم أولا عند تكبيرة للأحرام واحدة عند الهوية للركوع الاثنين عند القيام من الركوع حيصار ثلاثة في الرواية التي فيها خلاف بين أهل العلم هي عند الانتهاء من التشهد الأوسط فلما تقوم من التشهد الأوسط ترفع أيديك فمن الصحابة من أثبتها ومن الصحابة لم يثبتها فمن العلماء من قال أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يفعلها وأحيانا ما كان يفعلها وضحت عد صار أربعة لكن بالنسبة لوضع اليمين عن اليسار فقال وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسار في رواية زيدت عند نحره في رواية عند صدره كل الروايتين شادة الصحيح أنه قال رأيت النبي واضعا يده اليمنى على اليسار في رواية وردت عن سهل بن سعد السعدي أنه قال أمرنا بوضع أيماننا على شمائلين فاليد اليمنى على اليسار هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المالكية أيضا قالوا بإسبال اليدين بإمكانك أن تسبل اليدين والصلاة قولا واحدا صحيحا لكن المثبت مقدم على المنفي والله أعلم لأن المالكي يستدلوا أن وائل بن حجر قال رأيت النبي طيب وائل بن حجر كان وافدا إلى المدينة ما كان من أهل المدينة رأى النبي مرة ولا مرتين فلا يعلم وسهل بن ساعد السعدي كان صغيرا قال أمرنا بوضع أيمانينا على شأن من الذي أمره هل النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عسل أيضا لا يعلم فاستدل الأم المالكي بالجواز بأن أسبال اليدين ولي الصلاة مسبل اليدين الصلاة صحيحة لكن المثبت مقدم على المنفي فإذا حطيت إذاك اليمنى على اليسرى هذا أولى والله أعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما النظر في الصلاة فللعلماء فيها قولين في قول أن النظر إلى أماكن السجود أنت وبالصلاة تنظر إلى أماكن السجود وردت أحاديث كثيرة فيها لكن الأقوى منها النظر إلى الأمام وهذا الذي استدل به الآئمة المالكية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته كان في بيت عايشة قال يا عايشة أميطي قرامك عني ما زال تصاويره تعرض علي والنبي في الصحيح البخاري لما صلى صلاة الكسوف وانتهى من صلاته قال عرضت لي الجنة والنار في عرض الحائط ما قال في مكان السجود على كل حال كل الأمرين جائز والله أعلم أما بالنسبة للتشهد تقول التحيات لله والصلوات والطيبات هذه رواية عبد الله بن مسعود أخذ بها الأحناف وأخذ بها الحنابلة في رواية زيدة أخذ بها الأحناف هي رواية عبد الله بن مسعود علمني رسول الله وهذا في صحيح البخاري علمني رسول الله وكفي في كفيه التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله إلى آخرين إلى أن يقول أشهد أن لا إله لله وأشهد أن محمد عبده ورسوله في رواية أخرى وردت هذه الرواية عن عمر بن الخطاب التحيات الطيبات المباركات الزاكيات أخذ بها الإمام مالك في رواية وردت عن عبد الله بن عباس التحيات الطيبات المباركات وردت كلمة المباركات أخذ بها الأهم الشافعية لكن الأصح وكله جائز يعني كلها جائز إذا أخذ بقول الإمام مالك جائز لأنه وردت رواية عن عمر قول عن الشافعية وردت عن عبد الله بن عباس جائز وعن عبد الله بن مسعود كما وردت في صحيح البخاري أخذ بها الحنابلة وأيضا الأحناف التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي كله جائز كله جائز والصلوات الإبراهيميين تكون في التشهد الأخير في التشهد الأوسط تكون فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله هيك علم عبد الله بن مسعود علم كان يعلم أحد التابعين فقال إذا بلغت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قم ووردت أيضا رواية أن أبو بكر وعمر إذا جلسا على التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف يعني الحجارة المحمى من العجل فخلص إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قم وردت رواية رواية 15 رواية وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أشهد أن لا إله لله وأشهد أن محمد عبده ورسوله كان يرفع السبابة في رواية التحريك في رواية هكذا هذه الرواية التحريك وردت عن زائد ابن قدامى هي رواية شادة هي رواية ضعيفة الأغلب أن الجمهور على أنه رفع السبابة عند قول أشهد أن لا إله لله وأشهد أن محمد عبده ورسوله في التشهد الأخير تقول الصلوات الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في رواية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم بدون كلمة إبراهيم فهاي بالجملة الصلوات لكن بالجملة في نهاية الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله في رواية زيدة وبركاته لكن هي ضعيفة الصح السلام عليكم ورحمة الله بدون كلمة وبركاته لأن ابن عمر قال السلام ينتهي عند بركاته في الأيام العادية أما في الصلاة عنده ورحمة الله هذا عند الجمهور هاي ملخص الصلاة أطلنا عليك سادة الفاضل تكلم حفظك الله بارك الله بك